السلام عليكم. مع حضركم استاذ ديسر محمد نجيب من مدرس الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنشرح ازاي تقدر تصامل منحنة. في البداية علشان تدرج اي منحنة بتفتح بردمج الورد سواء عايز تستخدم الورد او الورد العادي. بعد كده بتضغط على انسيرت. ومن انسيرت هتاخد شرط. عندك مجموعة من الاشكال اللي هي مخترحة علشان تقدر انك تنفز عليها التصميم بتاع المنحنة بتاعك اللي انت عايزه. افضل الاشكال ديت هي الاعمدة والخطوط والدوائر. هنشرح مثال لكل واحد منها. كل واحد من الاشكال ديت بيكون له استخدام خاص حسب البيانات اللي انت عايز تعرضها وايه الهدف اللي انت عايز تعمله من المنحنة. على سبيل المسال احنا هندر تقدر الوقت منحنة. هنقول له احنا عايزين اعمدة. طب هل انت عايز عمود واحد ولا اعمدة مختلفة. طبعا انت ليك الحرية في اختيار ايه اللي انت عايز تعمله. لو انت عايز اعمدة مختلفة. هنستخدمها في النموذج ده. على سبيل المسال انا ممكن اخد هنا بان الشكل ده انا عايزه في التفرقة ما بين مناطق سكانية مختلفة. وهنعمل نموذج بي الشكل ده لزيادة السكانية ورصد الزيادة السكانية ما بين كزا محافظة. ايه الاجمال بتاع المحافظات ديت فيزهر بلون. ايه النسب الزكور في المحافظات ديت فتزهر بلون تاني وايه النسب الاناس فتزهر في بلون تالت. على سبيل المسال انا هاخد اسهل شكل فيهم حاليا وهو الدايرة. هقول له اوكي. هينزل الشكل. بيبدأ انه افتح لك ملف اكسل فرعي. الملف ده بيطلب منك انك تدخلو البيانات. طيب انت دلوقتي عايز ايه هي الاصناف اللي انت مسلا عايز تعملها في الدايرة? ايه الاشكال بتاعتها? على سبيل المسال لو انت عايز اقل هتبدأ انك تحرك الاصناف ديت ان انت عايز اتنين بس. طب لو انت عايز اكتر هتبدأ تحركها لاصناف زيادة حتى ايا كانت الزيادة اللي انت عايزها. بعد كده بتبدأ انك تختار. على سبيل مسلا هعمل اتنين. هختار واحدة منهم المسميات بتاعتها هكتبها. فهقول مسلا ان المسمى بتاع الاولى المجموعة رقم واحد. وبالنسبة للون التاني هناخده المجموعة رقم اتنين. طيب انت عايز تسمي العنوان بتاع الرسمة دي ايه تقدر بانك تحط اي اسم هنا. على سبيل المسال هحط. مجرد ما انت ما تقفل هتبدأ ان الرسمة خلاص البيانات بتاعتك انت نزلت عليها. لو انت عايز تحرر البيانات دية كشكل عرضة او كلون عرضة تقدر انك تضغط هنا فتختار ما بين مجموعة من الاشكال المختلفة. اللي انت تقدر بانك تعرض عليها النسب ايه هي. لو انت عايز تختار ما بين الالوان موجودة عندك هنا في الشارط ديزاين. لو انت عايز تختار اي تعديلات موجودة عندك. تقدر بانك تعدل في الالوان اللي انت مستخدمها. يعني هو بيعرض لك اللون ده كالون افتراضي. انت تقدر بانك تلعب في اللون سواء انت عايزه بالوان مختلفة زي ديت او انت عايزه بالوان واحد او درجات اللون واحد زي ما انت بتعمل هنا. انت حر في التصميم بتاعك. طيب. اه التصميم ده هتقدر بانك تدي له توسيط علشان يكون موجود في وسط الصفحة. تقدر بانك بعد كده. انا كتبت نسبة غلط وعايز عادلها. كليك يمين وبعدين ايد الداتا فيتفتح لك الملف بتاع الداتا مرة تانية. ده تصميم المنحنة. هنعرض لحضراتكم دلوقتي مجموعة من المنحنات اللي احنا صممناها. علشان نوريكم الافكار المختلفة بتاعتها. على سبيل المثال في الورقة الاولى. هناخد منحنة بيقارن ما بين اعداد السكان في اربع محافظات مصرية. الاربع محافظات مصرية ديت اخدنا بيانات بتاعتها من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واللي هو موجود عندكم في الفيديو الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كمصدر من المصادر المقترحة للبحث بتاعك. الارقام ديت وفقا لاحصاء واحد سبعة الفين وتسعتاشر كانت موجودة في التقرير هتلاقوها من صفحة واحد لصفحة اربعين. عملنا مقارنة ما بين اربع محافظات. محافظة القاهرة محافظة اسكندرية الدهلية الشرقية. يبيباني العدد الاجمالي باللون الازرق. مجرد ما ما بعدي عليه. بيزهر لك اللون بتاعه كان بالزبط. بعد كده عندي الزكور بينين بالرون البرتقالي. فبقدر اني احدد اي واحدة فيهم اوقف على اي واحدة فيهم فيزهر لك العدد بتاعها. بعد كده اللون بتاع الناس بيزهر لي بيه اللون الرصاصي. يبقى انا دل الوقتي قادر بقى اني اتعامل مع بيانات مختلفة. فانا مقسم كل مدينة كمجموع الداتا. فكل عمود فيهم بيمسلي شيء معين في الداتا المتعلقة بالمدينة دي. طيب لو انا كنت عايز اخد البيانات ديت بشكل اجمالي مش عايز نسب الزكور ونسب الاناس. انت تقدر بقى انك تاخد الشرط اللي هو الفردي. وبعد كده تعمل له تعديل. وتحدد له. ان انت عايز عمود واحد بس. فابدأ انه ياخد لك عمود واحد بس. طبعا احنا في الحالة دي. هنحرك الجانب ده. فاصبح هنا عندك مجموعة من الاعمدة. لنفرض بان ديت الاربع محافظات. فعندك الاربع محافظات كده مسلا. ظهر لك العدد الاجمالي بتاعها. او نسبة الزكور او نسب الاناس اللي انت حسب اللي انت عايزه. يبقى ده الشكل الاول لاشكال المنحنة. تقدر انت تحدده. وفقا للداتا اللي انت هتجمعها في البحث بتاعك. بالنسبة للمنحنة التاني. عملنا منحنة بيكون بيوضح ايه هي الغازات المكونة للهواء. فجبنا تقرير. اخدنا منه موقع موضوع دوت كوم. اخدنا منه ايه هي نسب الهواء الموجودة. فلاقينا بان نسب النيتروجين هي النسب الاعلى. نسب الاكسجين هي النسبة الاقل منها. نسب بقية الغازات هي نسبة المحددة بالرصاصي. طبعا تقدر بانك تدخل في الشرط او في الفرمات وتبدأ انك تعدل في الالوان بتاعتها او خصاص بتاعتها عايز تدخل من هنا كاختصار وتلعب في بتاعتها ما فيش مشكلة. اختار اللي انت عايزه واختار الشكل اللي انت شايفه مناسب ليك. ده شيء يعني اختلف من واحد للتاني حسب زوء كل واحد فينا. طيب. طبعا مجرد ما توقف على اي واحدة فيهم يعني مثلا هن النيتروجين هيزهر لك النسبة بتاعته 78 فاصلة كسر. بالنسبة لي الاكسجين هيزهر لك انه 20 في المية فاصلة 9 من 10. بقية الغازات هيزهر لك بانها واحد فاصلة كسر. النوع التاني من المنحنيات. منحنة بيوضح لك الارقام بشكل محدد. مش شرط باني احطه عمده ممكن احط خطه وابدأ اني اوضح الارقام عليه. على سبيل المثال احنا اخدنا مجموعة من البيانات متعلقة بحالات الاصابة بتاعت فيروس كورونا المستجد. جمعناها ما بين صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري زائد وزارة الصحة واللي هي موجودة على الفيسبوك. بيعرض لنا رسمة بتعرض بشكل يومي ايه نسب الحالات الزيادة ايه نسب الوضع ايه عدد الاصابات ايه عدد الناس اللي تم الشفاءهم. هي نفس الفكرة اللي بتعرضها وزارة الصحة والسكان. ولكن هنا مركز المعلومات بيبدأ انه يعرضها كمنحنة. طيب. انا هاجي واخدت الارقام ديت. ببدأ اني احطها في الشرط بتاعي. طبعا هنا بيبدأ انه يبدأ لك بالمنحنة بتاعك من يوم تلاتين ابريل الى اربعة مايو. بيبدأ انه كل يوم بيبدأ لك في رأس ده حالات الاصابة. الجزئ ده احنا اختارناه لشرح الجزئية ديت. لمحاولة توعيد ابنائنا الطلاب. بضرورة الحفاظ على صحيتهم البقاء في المنازل قدر المستطاع. وبأنك ما تنزلش من البيت الا لحالة ضرورية. فاخدنا الارقام الده اللي ديت وعملناها في شرط. طيب. انا دلوقتي عايز احط الشرط ما بين تلات حاجات. حالات الاصابة. حالات الوفاة. حالات العامة للوفاة. بدأنا بانينا نجمع الداتا المتعلقة بكل واحدة فيهم. نصدناها في جدول. وبعد ما حطينا الجدول ده بدأنا بانينا نحط نسب الوفايات باللون البرتقالي. زي ما هو موضح في مفتاح الشرط. نسب الحالات الجديدة بتبدأ انها تتعلض بشكل منحنى. اللي هو ظاهر قدام حضرتكم باللون اللازرق. نسب اجمالي الوفايات بتظهر قدام حضرتكم باللون الرصاصي. فيبقت بيبدأ انه كل منحنى بيبدأ انه يطرح لك ايه الفكرة اللي موجودة منه. ديت اكتر تلات منحنيات او اكتر اربع اشكال انت بتقدر تستخدمها في المنحنيات. حبينا هنا بانينا نشرح لكم ازاي تقدر تعمل المنحنى. علشان تقدر تصمم المنحنى بتاعك بكل بساطة على الكمبيوتر. شكرا لحضرتكم ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق.